قمة تونس نعم أهلا وسهلا بكم مباشرة من مدينة ثقافة وتحديدا من المركز الإعلامي الدولي أين تتواصل أشغال هذه القمة العربية مع مجموعة من المداخلات للقادة والزعماء العرب في قمة تونس وننتظر بين الفينة والأخرى أعلان تونس هذا الإعلان الذي سيتضمن مجموعة من القرارات سنتعرف عليها تباعا بعد هذه الكلمات التي سنقدمها الآن مباشرة عبر التلفزة الوطنية التونسية الشكر موصول لمعالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده لخدمة العمل العربي المشترك أصحاب الجلالة والفخامة والسمو نلتقي اليوم في هذه القمة وأمتنا العربية لازالت تواجه تحديات ومخاطر محدقة بأمنها واستقرارها وتنتظر منا أن نحي فيها روح التضامن والإخاء والتآذر حتى تستعيد مكانتها بين الأمم وتحفظ سيادة ووحدة أوطانها وشعوبها وتعزز أمنها القومي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تستوقفنا قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية القضية الحية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية وفي الضمير العالمي منذ العقود وإن الجزائر لتابتة في مواقفها وهي على قناعة بأن السلام لا يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف وعليه فإننا ندعو من جديد إلى حجد جهودنا لدعم إخواننا الفلسطينيين وحتى المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته كاملة للضغط على قوة الاحتلال بكافة الوسائل لحملها على الوقف الفوري لعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل والإنصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كما نهيب بإخواننا الفلسطينيين في تحييذ كلمتهم إن الوحدة لكفيلة بمواجهة الغطرسة الإسرائيلية واسترجاع الحقوق الفلسطينية المشروعة أما بخصوص الأزمة الليبية التي تبقى محلا شغالنا تؤكد الجزائر على قناعتها بأهمية اعتماد مقاربة تستند إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية ووقوفها على نفس المسافة من كل الأطراف الليبية وستواصل الجزائر جهودها المشجعة للحوار بين إطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى توافق سياسي ينهي الأزمة وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وانسجام شعبها كما تجدد الجزائر دعمها للممتل خاص للأمم المتحدة في تنفيذ خطة العمل وجهوده لإنهاء الأزمة وفي هذا الإطار ترحب بلادي بعقد الملتقى الوطني الجامع لإطراف الليبية المقرر عقده بمدينة غذامس لاتفاق حول قارطة طريق أما بشأن الوضع في سوريا فإنه يتوجب علينا دعم الديناميكية الحالية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة بين كل أطراف سوريا بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها ووحدتها الترابية وبشأن قضية الجولان فإن الجزائر ترفض بشدة القرار الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هذا الجزء من الطراب السوري المحتل لكونه مخالفا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981 ولمقتضايات الشرعية الدولية وبالنسبة للوضع في اليمن الشقيق فإن الجزائر تدعم الجهد الجهود المبدولة في إطار الأمم المتحدة وتعلق آمال كبيرة على تجسيد ما توصل إليه الفرقاء اليمنيون في مباحاتاتهم الأخيرة في ستوكولم وتوفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي بما يضمن وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره ونسيجه المجتمعي أصحاب الجلالة والفخامة والسموب إن النزاعات في منطقتنا العربية تضعنا أمام تحديات أمنية كبيرة متمتلة خصوصا في استفحال ظاهرة الإرهاب والأفقار المتطرفة والجريمة المنظمة بما فيها تلك العابرة للحدود وتجارة المخدرات وتبيض الأموال وتفاقب ظاهرة الهجرة غير شرعية ما يستوجب تعزيز آليات التنسيق بين دولنا ومع محيطنا المباشر والمجتمع الدولي لمجابهة هذه الأفات التي باتت تهدد أمن واستقرار بلداننا كما تهدد الأمن والسلم الدولي ختاما إن بلادي تعلق آمالا كبيرة على هذه القمة للدفع قدما بمصار عملنا العربي المشترك ولن تدخر أي جهد في تدعيم كل المساعي الرامية إلى تنقية الأجواء ورص الصف العربي وتعزيز أوسس الحوار والتنسيق والتشاور بين بلداننا والدفع بالتضامن العربي بما يمكن يمكن شعوبنا من تجديد آمالها في مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار شكرا لكم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشكر معالي السيد عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأعطي الآن الكلمة إلى معالي الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع الجمهورية السودان فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بمقامه وجلاله وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أخرجنا من ضلالات الأنفس وظلمات الجهل وفاسد الاعتقاد على آله وصحابته وسلم صاحب الفخامة الرئيس الباجي غايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة ورئيس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ورؤساء الوفود صاحب المعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور أحمد أبوغيط صاحب السعادة والسيادة السيدات والسادة الحضور الكريمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يطبوني في البدء أن قل لكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير أن أذجي أسمى آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الباجي غايد السبسي وعبره لحكومته وشعب جمهورية التونسية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتمهيدهم وتجهيزهم لاجتماعاتنا هذه وكلنا الثقة في إن رأسة تونس للدورة الحادية ستشهد إنجازات مقدرة وأتوجه كذلك بالشكر الجزيلي لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لرئاستها للدورة السابقة للقمة بكفاءة وحكمة ولجهود المملكة التي ظلت تبذلها لخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية ولا يفتني أن أتقدم الشكر والعرفان لمعالي الأخ معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وللعاملين بالأمانة العامة على حسن استعدادهم وترتيبهم لهذه الدورة وعلى إسهاماتهم في دفع العمل العربي المشترك ثم نؤكد إيمان ونؤكد إيمان السودان الثابت بدور الجامعة العربية في توحيد الأمة والتعبير عن مصالحها وتطلعات شعوبها لتحقيق قول الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأرجو أن أتقدم باسم رئيس حكومة وشعب السودان بخالص العزاء وصادق المواساة عن بعض الأحداث الحزينة التي حدست في كل من العراق ومصر والصومال فالعزاء لرؤساء هذه الدول ولقادتها ولحكوماتها وشعوبها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لا أشك أنكم تابعتم التحديات والظروف الاقتصادية التي مرت ولا تزال تمر بها بلادنا والتي أدت لأن تشهد بعض أجزائها احتجاجات تفهمنا مسبباتها الأمر الذي حثهم على القيادة حث القيادة لاتخاذ خرارات وتدابير لإيجاد حلول ووسائل لمعالجة تلك الظروف والتحديات ولقد كانت للوقفة المخلصة لأشكاء العرب كلهم جميعا وحرصهم الأكيد على أمن واستغرار السودان دورا مقدرا في تجاوز تلك الظروف وهنا أود أن أؤكد أن الحكومة السودانية ماضية في متابعة تنفيذ مخرجات مبادرة الحوار الوطني مستصحبة أو سعمدا من الوفاق والطراضي دون استثنائنا وإخصائي إنفازا لالتزاماتها الدستورية أصحاب الجلالة والفخامة السلمو لقد ظلت وسط ظل قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية المحورية ونؤكد على موقف السودان الراسق والداعم لإضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة تحت رئاستها وباختيار شعبها وعاصمتها القدس الشريف نؤكد رفضنا التام لكل الإجراءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفصيل الفلسطيني ونطالب المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته تجاه حمايته كما نثمن الدور الكبير الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإقاسة تشقيل اللاجئين الفلسطينيين ونطالب كذلك بالتكاتف الجهود لسد العجز الكبير في موازنة الوكالة وموازنة حكومة فلسطين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لقد ظل السودان انطلاقا من مبدأ القوة العربية والجوار والمصير المشترك يشارك في جهود تحقيق المصالح السياسية بين الأطراف الليبية من أجل الوصول لحل سلمي يعيد لليبيا أمنها ووحدتها ويؤكد موقفه الداعم للحل السياسي عن طريق التفاوض والحوار بين كافة الأطراف ويساني ويدعم كافة الجهود لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وفي هذا الإطار فقد استضاف السودان مؤتمر دول الجوار الليبي في نوفمبر الماضي 2018 كما شارك في فبراير الماضي في اجتماع اللجنة الفنية رفعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن السودان وفي إطار حرصي على استقرار اليمن الشقيق ظل ومنذ بداية الأزمة مساندا للحكومة الشرعية وظل يدعو الاستئناف الحوار من أجل حقن الدماء والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة وسيادة واستقلال الأراضي اليمنية بناء على المرجعيات السلاسة فضلا عن اتفاق السويد الأخير أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن بلادنا استؤكدوا على أمن واستقرار الشقيقة السورية ووحدة أراضيها نرفض الاحتلال الإسرائيلي لجولان السوري كما نرفض محاولة ضمه للكيان الصهيوني ويدعو السودان إلى ضرورة عادة السلام لسوريا عبر حوار وطني شامل وتسوية سياسية تلبي تطلعات الشعب السوري بما يحفظ سيادة السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لقد أصبح الإرهاب آفة عالمية يستلزم أمر مكافحته التنسيق الجاد من أجل التجفيف منابعه وقفل معابره واختلاعه من جزوره وإذالة مسبباته ولعل المجزرة الإرهابية التي أدت إلى وفاة حوالي خمسين مصلياً في نيوزيلندا خير شاهد ولقد هزت الضمير الإنساني وأدانها الكل بأبلغ دلائل الشجب والإدانة ونرجو أن يجد قرار منظمة التعاون الإسلامي لأخير بالدعوة لأن يكون يوم 15 مارس من كل عام يوماً دولياً للضضام ضد الإسلام وفاوية والدعم والمساندة من مجلسكم الكريم فضلاً عن تكثيف جهود الجامعة مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة أصحاب الجلالة والفخامة السمو ختاماً لا يفوتني في هذه السانحة نجدد شكرنا وتقديرنا لمجلسكم الكريم ولمؤسسات الجامعة العربية على دعمها المستوير لجهود السودان في تحقيق الأمن والاستغرار ونزجي شكرنا وتقديرنا لفخامة الرئيس الباج غايد السيبسي وعبره لشعب والحكومة جمهورية تونس الشقيقة ولكم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإننا لعلى ثقة بأن مؤتمرنا هذا سيخرج بما نتطلع عليه وتتطلع إليه أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر معالي الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع وأعطي الكلمة الآن إلى سمو الشيخ محمد بن بارك أل خليفة نائب رئيس مسوزرة لمملكة البحرين فليتفضل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة رئيس القمة العربية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني في البداية أن أنقل لفخامتكم خالص تحيات حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة ملك مملكة البحرين وتمنيات جلالته لأعمال القمة كل توفيق ونجاح بما يسهم في دعم مسيرة عملنا العربي المشترك في مختلف المجالات معرباً لفخامتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الأفادة منذ أن حللنا ببلدكم العزيز تونس ويشرفني يا فخامة الرئيس أن ألقي الكلمة الموجهة من حضرة صاحب الجلالة من حمد بن عيسى أل خليفة إلى هذه القمة بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا أن نتقدم لأخينا فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بخالص التهنئة على تسلمه رئاسة القمة العربية في دورتها الاعتيادية الثلاثين متمنين لفخامته كل توفيق في قيادة مسيرة العمل العربي للفترة المقبلة لما فيه خير القضايان العربية العادلة وتحقيق مصالحنا المشتركة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الجمهورية التونسية الشقيقة والمكانة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي كما نعرب عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على جهوده المباركة ومساهمته الكبيرة في تعزيز العمل العربي المشترك أثناء ترأسه لأعمال القمة السابقة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة تنعقد هذه القمة في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات ومخاطر في هذه المرحلة من تاريخها الحديث الأمر الذي يستوجب منه توحيد الصف والعمل على تطوير آليات عملاً المشترك سواء في إطار جامعتنا العربية أو زيادة التنسيق والتشاور والتعاون بين دوننا الشقيقة في ظوء ما ينص عليه جدوى العمال هذه القمة وما سوف يخرج به من توصيات وقرارات تحقق المصالح المشتركة لأمتنا العربية في التنمية الشاملة التي تقوم على تطوير التعليم وبناء الاقتصاد وسيانة الأمن والاستقرار وبناء على ما تقدم فأن تحقيق ذلك يقوم على إقرار السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة يأتي في مقدمته حل القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقه المشروع كغيره من الشعوب في قيام دولته المستقلة الكاملة السيادة على حدود الرابع من يولم 1967 وعاصمة القدس الشريف التي ندعو إلى المحافظة على وضعها بالنسبة للعرب والمسلمين وطابعها التاريخي العريق استنادا إلى ما جاء في مبادرة السلام العربية ووفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة تابعنا ونتابع باهتمام وقلق الأوضاع غير المستقرة في بعض من دولنا العربية الشقيق ونأمل أن تسفر الجهود الوطنية والدولية في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها ووحدة ترابها فبالنسبة للوظف الجمهوري العربي السوري الشقيق نؤكد على أهمية حماية استقلالها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية ونبارك الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سيادسي وفق بيان جنيب واحد وقرارات الأمم المتحدة بمشاركة فعالة ودولة عربي نشط بما يضمن سيادتها على جميع عراضيها بما فيه هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967 رافضين أي ادعاءات أو قرارات خارجية بهذا الشأن مؤكدين موقعنا الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ضد الصلة كما نؤكد دعمنا للجهود التخلص من الجماعات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والدولية تحقيقاً لطموحات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية مؤكدين في هذا السياق دعم جهود السيد جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أما الجمهورية اليمنية الشقيقة فإن الوضع لا يزال يشكل مصرق قلق كبير لنا ولدول المنطقة وخاصة في ظل التدخلات الإيرانية المباشرة ودعمها المتواصل لجماعة الحوثي الإنقلابية التي تعمل على تعطيل تنفيذ جميع ما تم ويتم الاتفاق عليه وخاصة في اجتماع ستوك هولم الأخير وذلك بغية استمرار الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وأزاء ما يجري فإننا نؤكد دعمنا الكامل للشرعية في اليمن ووحدة أراضيه واستقلاله وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل مبدي على الثوابت الأساسية التي تقوم عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 بمساهمة فاعلة من الأمم المتحدة مؤكدين على دور الهام للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهود قوات الحكومة الشرعية في استعادة الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن الشقيق وأزاء ما تشهد ليبيا الشقيقة من اضطرابات وعدم استقرار فإننا نجدد دعمنا لكافة الجهود الهادفة للمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة لتكون قادرة على القيام بمهامه في التصدي للأرهاب بمختلف صوره وأشكاله بما يحفظ ليبيا استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وننوه بالجهود المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة للتوصل لحل سياسي وتحقيق المصالحة والتوافق الوطني مشيرين بالدور الإيجابي لدول الجوار الليبي لحل هذه الأزمة أصحاب الجلالة والسمون في خامة يزخروا جدوى الأعمال القمة ببنود في غاية الأهمية بما فيها ما يخص الإرهاب ومكافحته وصيادة الأمن القومي العربي من هذا الوباء المدمر وما نتج وينتج عنه من حصد للأرواح وتدمير الدول مجددين في هذا الصدد موقفنا الثابت في إدانة الأرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيين كان مكانه مرتكب ودوافع وحيث مرتكب مع التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها الفكرية والمالية مجددين في هذا الصدد إدانتنا لتلك الأعمال الإرهابية التي ترتكب بإسم الإسلام أو تلك التي يستهدف المسلمين الأبرياء في جميع أنحاء العالم حيث أنها أعمال إرهابية مدانة ومنافية لجميع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية فخامت الرئيس الحضور الكرام في ظل ما يواجهه الإرهاب من إدانة فإن إيران لا تزال هي الراعي الأول للإرهاب بما يشكله من تهديد سافر ليس على أمن واستقرار دولنا فحسب بل وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي عبر تدخلاتها في شؤون الدول العربية ودعمها متعدد الوسائل للعنف والتطرف والإرهاب والتنظيمات الإرهابية وإثارة الفوضى وزعزعة الفتن وزرع الفتن للإضرار بأمن دولنا واستقرارها ومصالح شعوبها كما أن مواصلة إيران تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي مخالفة صريحة للقرارات الأمم والتحدة والقوانين الدولية ويمثل تهديداً لأمن المنطقة وشعوبها الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود للتصدي لهذا الخطر وزيادة الضغط على إيران بالانتزام بموادع حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وفق ما نص عليه المواثيق الدولية وفي سياق تهديدات إيران لأمن المنطقة فإن استبرار احتلالها لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وموسى يستوبج مطالبتها بضرورة تجاوب مع المساعي الحتيثة لدولة الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث من خلال التفاوض المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية مجددين دعمنا التام لحق الإمارات في السيادة على هذه الجرح أصحاب الجلالة والسمو والفخام إذا أجدد تمنياتنا لأعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح يسرنا الإشادة بالجهود التي يبذلها معالي الأمير العام الجامعة للدول العربية سيد أحمد أبو الغيط وجهاز الأمانة العامة لتطوير وتعزيز دور الجامعة العربية وتمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها وبما قاموا به من عمل للتحضير والإعداد لهذه القمة مجددين شكرنا وتقديلنا للشقيقة تونس لاستضافة القمة وتوفير عوامل النجاح لأعمالها داعين الله التوفيق للعمل لما فيه خيري وصالح عمتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس المجلس الوزراء لمملكة البحرين وأعطي الآن الكلمة إلى معالي السيد أحمد عيسى عوض وزير الخارجية والتعاون دولي لجمهورية الصومال الفدرية فليتفضل شكرا الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وسحبه أجمعين فخامة الرئيس الباجي قايد سبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة رئيس الدورة العادية الثلاثون للقمة العربية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي معالي السيد أحمد أبو الغيد أمين العام لجامعة الدول العربية الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يطوب لي في البداية أن قل لكم تحيات فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية الذي كان يود بشدة أن يشارك في أعمال هذه القمة الهامة مع شقائه قادة ورؤساء العرب ولكن لم يتمكن من المشاركة للظروف طارئة وهو يتمنى للقمة كل النجاح والتوفيق وأن تحقق أهدافها المنشودة وتعالج قضايانا فيما يعزز عملنا العربي المشترك وإنه لشرف عديم لي أن ألقي هذه الكلمة نيابة عن فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية ويسرني بهذه المناصبة المباركة أن أتوجه بالتهنية الحارة لفخامة الرئيس الباجي غايد سبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على تولي رئاسة هذه الدورة للقمة العربية كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن الوفادة منذ وصولنا إلى هذه الأرض الخضراء الكريمة متمنين للتونس الشقيقة مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار والحق أن تونس تمتاز بنضج سياسي وحكمة رشيدة في انتقالها الناجح إلى الاستقرار والديمقراطية ومن الإنصاف إشادت تونس في مواقفها ثابتة لحفاظ والدفاع للقضايا العربية والحضور العربي مثال يحتدى به في هذا الوطن العربي الأصيل كما يسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاسته للدورة السابقة للقمة العربية وما بدله من جهود جبارة والتي ساهمت في مطابعة غضايان العربية والإدارة الحكيمة التي كانت لها الأثر البالق على عملنا العربي المشترك وكذلك أود أن أعرب عن امتناني للجهود المثمرة التي تقوم بها الأمان العامة للجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأخ الأمين العام أحمد أبو الغيذ في دفع عملنا العربي المشترك نحو الأفضل وفي الإعداد الجيد وحسن التنظيم لأعمال القمة وشكر الموصول لأصحاب السعادة السفراء والمندوبين على الأداء المميز والرفيع أخي الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي يأتي إنعقاد هذه القمة الهامة في وقت التواجه منطقتنا العربية أزمات والتحديات مختلفة وتتضاعف فيه الأخطار حيث البعض من دولنا لا تزال تمر بظروف أمنية حرجة الأمر الذي يجعل ضرورة حتمية إلى تنسيق وتضامن أكثر من أي وقت مضى وذلك لتحقيق الاستقرار الذي بدونه لا تنمية ولا عمران لبلداننا ولا رفاهية ولا عيش كريم لمواطنين وهذا يتطلب تعاونا غير مسبوخ بين دولنا وخاصة في مجالات تبادل المعلومات الأمنية والخبرات التكنولوجية الحديثة ولا يخفى عليكم أن الإرهاب يظل من أخطر تعديدات بأمن واستقرار وطننا والعالم أجمع فإن انتشار ظاهرة الإرهاب وتبعاتها أثرت سلبا على التنمية لمجتمعاتنا وخلفت تزايدا أعداد النازحين واللاجئين من وفي بلداننا رغم الجهود المبذولة من قبل دولنا في محاربتها على مختلف المستويات وفي هذا السدد نؤكد على عزمنا في مواصلة التعاون والتنسيق فيما بيننا لاستيصال هذه الآفة من جزورها بكل ما أوتينا من قوة وأنا على ثقة تامة من أن عزيمتنا على تسدي مشاكل الحاضر والتحديات المستقبل تمكننا بإذن الله في مواجهتها عبر التضامن والتكامل العربي الفعال والبناء وذلك انطلاقا من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية فإن تنمية الشاملة هي التي تعالج بالطريقة مختصرة التحديات الراهنة وتشكل بوابا لمواكبة العصر وهو الأمر الذي لاقنا عنه في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنطقتنا أخي الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي فيما يخص الصومال فإن حكومة جمهورية الصومال الفدرالية حققت تطوراً إيجابياً في الفترة الماضية كما ذكر الأمين العامل الممتحدة قبل شوية في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمسالحة الوطنية كما عززت النظام الفدرالي والتوافق السياسي بين المركز والأغاليم حيث ركزت الحكومة أيضاً اهتماماً خاصاً على تعزيز دور المرأة الصومالية والشباب الذي يمثل أكثر من 70% في سكان الصومال ومشاركتهما الفعالة في الغضايا الوطنية التي تساهم في تحقيق التنمية وذلك توفير فرص العمل والتطوير المهارات والإشراك في عمل المؤسسات الحكومية وهو ما يعد استثماراً في المستقبل ولكن لا تزال الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم لكي تتمكن من بناء مؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ برامجها الأولوية في الأمن والاستقرار والتقديم الخدمات الأساسية لمواطنها لذلك نطلب من عشقاءنا تنفيذ القرارات ذات السلب الصومال في القمم السابقة وخاصة إعفاء الديون الخارجية والدعم مالي لموازنة حكومة الصومال ودعم مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية مواردها وفي هذا الإطار فإن أهمية وقيمة القرارات تكمن في تنفيذها لا في اتخاذها أخير الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي أما حول القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية نؤكد التمسك بموادرة السلام العربية في خيار استراتيجي والقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات السلة بهذا الشعر ونقف إلى جانب أشقاءنا في دولة فلسطين ونؤيد حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير قابل للتصرف وفيما يخص التطورات في سوريا شقيقة نجدد التزامنا الكامل بوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في الاستقرار الأمن والحفاظ على سيادة السورية ووحدة أراضيها كما نؤكد أن الحل الوحيد لأزمة سوريا يتمثل في حل سياسي القايم على مشاركة جميع أطراف سوريا وفقا لميثاق الجامعة الدول العربية ومبادئه والغرارات ذات السلة بهذا الشأن فإن حكومة جمهورية الصومار الفذرالية تؤكد على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربيا محتلا وفقا لمقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رغم 497 لعام 1981 كما نؤكد تضامننا الكامل مع دولة الليبيا الشقيقة في وحدة وسيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها كما نؤكد مجددا على ضرورة الالتزام بالحوار الوطني والحل السياسي الشامل كما نحن نقف إلى جانب أشقاءنا في اليمن في استمرار الدعم جميع إجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية ونؤكد وقوفنا بجانب تطلعات شعبه في الحرية والاستقرار الأمني والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن ونجدد تأييدنا الكامل بموقف الحكومة اليمنية في التمسك بمرجعات الثلاثة المتمثلة بموادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2.2.16 والقرارات الدولية ذات السلة وندعم جهود مبعوث الخاص للأمين العام للممتحدة اليمن لإنجاح العملية السياسية على أساس المرجعات المتفق عليها لذلك ندعو مجدداً مزيداً من التعاون والتنسيق في استعادة الدور العربي وتفعيله من خلال إيجاد رؤية عربية موحدة في تجاوز خلافاتنا الداخلية للمسلحة العليا وتعزيز تضامننا العربي في سياساته الداخلية والخارجية ولا بد من استفادة من قدراتنا البشرية ومواردنا الإقصادية التي تساعدنا على تنمية منطقتنا لتنفيذ رؤيتنا العربية المشتركة وكذلك توحيد مواقفنا العربية في مختلف محافل الإغليمية والدولية خاصة في ظرف زمني تتوحد فيه الأمم أخي الرئيس أصحاب جلالة والفخامة والسمو والمعالي وأخيراً قبل أن اختتم كلمتي أود التنبيه إلى أن انتشار ظاهرة إسلاموفوبيا لا تقل خطورة عن الإرهاب والعنف الذي تواجه الأغليات المسلمة في المجتمعات الأخرى يأتي من تطرف يميني حيث ترتفع نسبة الهجوم بين الحين والآخر وهذه الظاهرة هي كراهية وخوف من الإسلام والمسلمين ونعتبرها مرض عقلي وشكل من أشكال العنسرية الذي لا يراد به تشويه صورة الإسلام والمسلمين ولذا ندعو إلى نبض الخطابات الكراهية والعنف المنبثق عنه وكذلك ندعو إلى تكوين جماعات الضغط الإسلامية لمكافحة هذه الظاهرة في دموقراطيات الغرب ونؤكد دعمنا في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب العالم وننتهز هذه الفرصة السانحة لإشادة الموقف العاقل النبيل الذي اتخذته الحكومة النيزولندية تجاه الهجوم العنصرية الذي تعرض لها المسلمون في بلادها مؤخرا وفي الختام نجدد عزمنا في بذل كل الجهود لخدمة قضايا بلداننا وأن يتمكن العمل العربي المشترك من التشارك والتشاور وندعو الله أن يوفقنا بما فيه خير أمتنا وأن يسدد جهودنا لتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها وطننا العربي بما يعزز أمننا واستقرارنا ويحقق ما نتطلع إليه شعوبنا من ازدهار والرقاء وأخيرا أكرر الشكر لفخامة الرئيس رئيس الجلسة ومعالي الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل الحاضرين في هذا الاجتماع ونرجو هذه القمة قمة العزم والتضامن كما سمها الرئيس باجي غاي السبسي كل نجاح والتغفيق ودمتم في عون الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر معالي السيد أحمد عيسى عيوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون دولي لجمهورية الصومان الفيدرالية وأعطي الآن الكلمة إلى معالي السيد الأمين سيف اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون دولي لجمهورية جزر القمر المتحدة فليتفضل شكرا سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم يا ربك ما علمتنا أن نحمد أصلي وأسلم على خير خلقك محمد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فخامة الرئيس الباجي قيد سبسي رئيس الجمهورية التونسية رئيس القمة العربية أصحاب الجلال والفخام والسمو أصحاب المعالي والسعادة معالي الأمين العام لجمعة دول العربية السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الجمهورية التونسية حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الديافة الذين حظينا بهما أنا والوفد المرافق منذ وصولنا إلى هذا البلد المدياف كما يسعدني أن أنقل إلى حضراتكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الذي شرفني بتمثيله في قمتنا هذه وتمنياته بأن تتوج أعمالنا بقرارات ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها بلداننا ومنطقتنا العربية وإذ أهنئ فخامة الرئيس الباجي قيد السبسي رئيس الجمهورية التونسية على رئاسة هذه القمة متمنيا له كل النجاح والتوفيق أتشرف بإزداء الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود حفظه الله على ما بذله من جهود خلال توليه رئاسة قمتنا السابقة ومساعيه الدؤوبة للنهوض بعملنا العربي المشترك والشكر موصول كذلك إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وكافة موظفيها على الإعداد الجيد لهذه القمة سيد الرئيس تأتي هذه الدورة في الوقت الذي تواجه منطقتنا أزمات عصيبة وتهديدات رهيبة وتحولات مرعبة التي أفرزت تغيرات عنيفة وزادت من تعقيد أوضاع أقطارنا العربية إن هذا الوضع الدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية يستوجب تدخلا سريعا من قادة الأمة العربية من أجل تدارك الأمور وإيجاد حل جذري وفوري لمواجهة هذه المخاطر والتهديدات بما يحفظ أمننا القومي ويحقق طموحاتنا للتقدم والازدهار هذا ويلزمنا أن نحارب بكل الوسائل ظاهرة الإرهاب والتطرف وكل ما يؤدي إليهما في منطقتنا وفي جميع أرجاء العالم وفي هذا السياق فإننا ندين بأشد العبارات المجزرة التي وقعت في مسجدين بمدينة كريستشيرد في نيوزيلاندا كما ندعو المجتمع الدولي إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب وإلى عدم التسامح مع الإديولوجية المشجعة على العنف أصحاب الجلالة والفخام والسموع أصحاب المعالي والسعادة إن القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية والمحورية والتي يعد جوهرها الصراع في المنطقة العربية بأسرها في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فلا يفوتني في هذا المقام لا أن أجدد موقف حكومة جمهورية القمر المتحدة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أصحاب الجلالة والفخام والسموع والمعالي والسعادة إن تعزيز التضامن العربي يبقى النهج الأمثل لرفع بعض التحديات التي تواجه الأمة العربية كما هو سبيل الأقوام لتحقيق تطلعات شعوبنا المشروعة في ضمان وتوتيد الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق بين بلداننا وتوحيد مواقفنا والتحدث بصوت واحد عن قضايا أمتنا العربية أيها السادة والسيدات إن جمهورية القمر المتحدة أجرت انتخابات رئاسية في 24 مارس 2019 في جو هادئ ونزيه تحت رعاية كل من جامعة دول العربية والاتحاد الإفريقي وبعض الدول الصديقة وأدت إلى إعادة انتخاب فخامة الرئيس عثمان غزالي لسنوات الخمسة القادمة وعليه أود أصالة عن نفسي ونيابة حكومة بلادي أن أعبر عن مدى شكرنا البالغ لجامعة الدول العربية وللدول الشقيقة الداعمة لبلادنا على ما بذلوها من جهد من أجل إنجاح هذه الانتخابات وفي الختام لا ياسعني إلا أن أجدد التعبير للجمهورية التونسية الشقيقة عن مشاعر التقدير للجهود التي بذلتها لإنجاح أشخال هذه القمة داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه خير وأمن واستقرار بلداننا وفقنا الله جميعا لما فيه خير أمتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر معالي السيد الأمين سيف اليمني وزير الشؤون الخارجية وتعاون دولي لجمهورية جزر القبر المتحدة وهو آخر متكلم في هذه الجلسة العلانية وبتباعة الحال الآن سنشرع في الجلسة المغلقة ونحن باتذار سيادة رئيس الجمهورية الذي سيحل حالا يعني بعد بضع دقائق إلى القاعة ونرجو من وسائل العلام ومن ضيوف القمة مغادرة القاعة حتى نتبكن من الشبوع في الجلسة المغلقة ما شكرا ترجمة نانسي قنقر الدورة العادية الثلاثون للقمة العربية قمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر